ومن الخرطوم ينضم إلينا وجدي صالح القيادي بالحرية والتغيير وعضو لجنة القانونية لصياغة الوثيقة الدستورية سيد وجدي تقييمك لهذا التوافق مع المجلس العسكري نعم أنا أفتكر أن هذه خطوة متغدمة ونغلقة حقيقية لنغل السلطة إلى سلطة مدنية تم التوافق عليها ما بين المجلس العسكري الانتغالي وما بين قوى إعلان الحرية والتغيير أعتقد أن هذه الخطوة هي الخطوة الحقيقية التي يمكن أن تلبط تطلعات وطموحات السوار وتحقيق أهداف السورة التي وردت في إعلان الحرية والتغيير والتي ضمنت في الوثيقة الدستورية كمهام للسلطة الانتغالية والحكومة الانتغالية الغادمة هذا تطور حقيقي وتطور كبير في الساحة السياسية السودانية ينغل السلطة إلى سلطة مدنية ويمهد للقصاص للشهداء الذين سقطوا طوال هذه السورة وانتغال السلطة لسلطة مدنية حقيقية يمكن أن تعبر عن السودان في محيطه الإغليمي ومحيطه الدولي وتعيد للسودان دوره هذه النقلة يمكن أن توقف هذا التدهور الاقتصادي وتعالج قضايا الناس والقضايا الحياتية اليومية التي عانى منها الشعب السوداني طوال الثمانية أشهر الماضية ولكن هذا الصبر الطويل لهذا الشعب السوداني والتمسك بالسلمية كانت نتيجته المنطقية هذا الانتصار وهذا الاتفاق الذي تم بانتغال السلطة إلى سلطة مدنية انتغالا سلسا ومنطقيا في تقييمك ما هو الجدول الزمني المتوقع لتنفيذ تفاصيل هذا الاتفاق؟ طبعا الآن اللجنة الفنية تعمل على إعداد لجدول منطقي يبدأ بالتوقيع بالأحرف الأولى ثم التوقيع الاحتفالي على هذه الوسيقى الدستورية ثم بعد ذلك اختيار وتشكيل مجلس السيادة وبعد أداء مجلس السيادة للقسم يتم اختيار وتعيين رئيس مجلس الوزراء ثم بعد ذلك يشرع رئيس مجلس الوزراء في التشاور لاختيار أعضاء حكومته القادمة للفترة الانتغالية هل تخططون الدخول في تحالفات بعينها من أجل تشكيل بعد ذلك أو المشاركة في تشكيل الحكومة؟ هذه هي فترة انتغالية التحالف الموجودة وقوى إعلان الحرية والتغيير ولكن قوى إعلان الحرية والتغيير لن تشكل الحكومة إلا من حكومة كفاءات وأما فيما يتعلق بالمجلس التشريعي وما تم الاتفاق عليه فإن المجلس التشريعي سيضم كل مكونات الشعب السوداني وفئاته وشرائحه مع عدل قوى التي كانت جزءا من النظام السابق حتى لحظة سقوطه ولكن سيكون المجلس التشريعي معبرا حقيقة عن كل السودانين سيدة وجدي صالح القيادة بالحرية والتغيير وعضو اللجنة القانونية لصياغة الوثيقة الدستورية شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر